بزارة الأبخار وبرمت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون قسم الناس لغتن المؤمنون ضرنوا بأن الله سيرسوهم وليس عندهم شك في هذا والمنافقون ماذا قالوا؟ قالوا يعدنا محمد بأننا سنحوز على قصور كسرى وطارس وأحدنا لا يأمن على نفسه عند قضاء حاجته مقادر إنهم شكوون محمد يقولنا وإما تستوديو على دولة فارس وربون هذا كلام ملك المنافقين المرقفون في البنينة وهذا كلام مرقفون حتى الترسور هي نفسها المشاهد تتكرر قال لك وأن تنتصر حماس تنتصر على العالم ياخد فيه ياخد انتصرت درس أخضناه بالأمس درس أخضناه بالأمس في أفانستان الفانستان انتصرت على دولتين عظيمتين في العالم الأجمع انتصرت في الجولة الأولى على موسيا أيام الاتحاد السوريتي العظيمة الكبيرة انتصر عليها الأفغان ودحلوها ثم لما مسكت الزمام أمريكا وفعلت وقالت وقالت وأرجفت في الأرض في النهاية يكونها الأفغان من أرضهم على ألوارهم يمكنون القهقرة إذن أنت لا تظن بأن النصر إنما يكون بالسلاح النصر يكون بالإيمان النصر يكون بما في قلبه إذا قلبك ممتلئ قوة وإيمان ويقين سيأتيك النصر وإذا قلبك يتخرف سيجيه مثلا شحمة شحمة كبش ما يأتيك النصر حتى لو عندك أعظم السلاح أن لا يشلو المدفع على أحمار ولا يشلو المدفع في الصواريخ أو يشلو المدفع في السفن العظيمة الموارد البحرية ويرجعون إلى الوراء لأن النصر هي بالله نمي للعباد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ساكين أذن هل النوعيات المريضة وما أكثرها هل النوعيات المريضة وما أكثرها يا أخي إذا نمشينا نفتح لها من حدود بعدين ترى صاريخا موجود هنا وسفنهم موجود هنا يا أخي سفنهم هذه ترى البحر الله سهرة منتك سهرة وإذا كنت أنت تقاتل من أجل الأقصى إذا أنت تقاتل من أجل الله الله عز وجل هو الذي سينسب البحر عليهم ليش انتفزعان ليش انتفزعان منهم تول البحر مما ينفلق بموسى عليه السلام لقوة عصى موسى زرعون يوم شاف موسى ضرب البحر وانفلق قال زرعون انفلق من حيبته إذا تقلب يا الله بشوف حيبتك ها انفلق من حيبته فإذا به يتقدم لأن البحر انفلق من حيبته فيتبق عليه البحر ويضرقه لك الحيب انتبه على نفسه آمنت بالذي آمنت به ذنو إسرائيل وأنا من المسلمين تو أول ما ذكرت أنك من المسلمين قلت أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله خيري يا هامان لني صرحا لعني أبلغ أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأرنه كاذبا هذا قبل لكن يوم شاف محقة قال آمنت بالنبي آمنت به من إسرائيل وأنا من المسلمين مال كان الرجل من الله آن آن قل عصيت قتل وكنت من المفسنين فاليوم ينجيك لبللك لتكون لمن خلفك آن هؤلاء المنافقون متكررا مشهد والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إنه مرادة بس محمد يغررونكم إذا ينجدوا في القتال وخلافتينك فيها وإيقال الطائفة تؤمنهم من 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 المنافقين يا أهل يجنب ترجعوا لا مقام لكم فرجعوا أحسن روحهم جانسين هنا عند الخندق يقتلوكم يلقلوا عليكم ما يهبوا عليكم أحسن كل حد يرجع إلى بيته وقاموا هما يجيوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يمن في نباك تعذرنا عن هذه المعركة ليش قال بيوتنا عورة مكشوذة يقول لنا ممي يا رجال وخاف أحد يسرقنا ولا يهبوا على أولادنا وعلى حريبنا ما شاء الله عليكم ويستأذن فريقهم منهم النبي يقولون إن مفوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الله يكذبهم قل ما فيها عورة ولا شيء إن يريدون إلا فرارة الهدف إنه يطيروا عن المعركة ينزحفوا عشان إيش عشان ما ما يتزعوا يعني أصدقائنا وأحبابنا حمامات السلام ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سوئلوا الجدنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرة شيء يعني؟ يعني الله يقول أن الناس يقولوا بأن بيوتنا عورة وأن ما عرف فيش هو في الحقيقة يريدون انفرار من المعركة ولو وجلوا حد كذا يتحالقوا معه ضد المسلمين ويثيروا الفتن لا أضموا إليهم وتركوا ويوتهم وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقل كانوا عاهدوا الله عاهدوا إن الله رسولا إنما بنخونك بنكون معك وأول جال من النهاية نصر تعالى جنه